بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا Screw Joints وبنبدأ مع Forms of Screw Thread أو أشكال القلاوز إحنا عارفين طبعاً أن القلاوز بينتج بشكل نمطي أو بشكل Standard والStandard ده لقواعد أولها طبعاً لازم تتبع فيه عملية التصنية وأول نوع من أنواع الStandard عندنا اللي هو British Standard With Worth أو بيأخد الرمز PSW Thread القلاوز زي ما إحنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده زاوية القلاوز الAngle of Thread 55 degree والCrist والRoot القمة والقاع واخدين Curvature والتطبيقات بتاعته بيستخدم في بيستخدم في أغراض خاصة مسامير والوصلات القلاوز الخاصة زي طبعاً بيستخدم فيه التطبيقات اللي بتتعرض إلى الزيبريشنز زي تطبيقات الأوتوموبيل مثلاً على سبيل المثال في السيارات ممكن هو يستخدم فيه أو أنظمة التعريق لأنها بتتعرض إلى بيبريشن بشكل مستمر النوع الثاني اللي معانا اللي هو البريتش أسوسيييشن وده طبعاً لو لاحزنا هنا هتلاقي الزاوية صغيرة جداً 47.5 ديجري 47.5 درجة الكريست والروت واخد كرفيتشار أيضاً لكن نظر اللي صغر الزاوية فبيستخدم فيه الأجهزة الدقيقة خاصة أجهزة القياس الأجهزة الدقيقة في المعامل منها على سبيل المثال المايكروميتر النوع اللي بعد كده اللي هو الأمريكا ناشونال ستاندرد ثريد زاوية القلاوز هنا 60 ديجريز والقمة هنا والقاع الكريست والروت فلات سيرفوس وده بيستخدم فيه الجنرال بيربسز أو الأغراض العامة زي المسامير بولتس والناتس الصواميل والسكروز أنتب هولز النوع اللي بعد كده بينسموه اليونيفايد ستاندرد ثريد وده طبعا اتفاق حصل ما بين three countries the three countries that is Great Britain Canada and United States came to an arrangement for a common screw يعني اتفقوا بريطانيا وكندا والUnited States على أنه يبقى فيه common screw أو screw مشترك thread system with the included angle 60 ديجريز اتفقوا على أنه هو angle of thread تكون 60 ديجريز in order to facilitate the exchange of machinery عشان تسهل عملية التبادلية للأجزاء الماكينات المختلفة في الثلاث بلدان نقل نقل كده اللي هو square thread من الشكل اللي قدامنا طبعا السنة واخد شكل المربع عشان كده سموه square thread هنا applications بتاعته ده تطبيقاته مختلفة transmission of power بيستخدم في power transmission أو نقل القدرة in either direction في كلا الاتجاهين يعني بيشيل load في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده ومن ثم ينقل power بيستخدم أيضا في feed mechanisms of machine tools بيستخدم في أعمدة أو آلية التغذية في machine tools زي lathe أو المخرطة بيستخدم أيضا في valves في السمومات في spindles في screw jacks أو في الرافع وده طبعا هنشوف تطبيق لي في power screw بعد كده في شابتر منفصل النقطة اللي بعد كده offers less frictional resistance to motion يعني أثناء عملية الحركة ما بين أثنان القلوز وبعضها بيكون الفريكشن ما بين الأثنان بسيط أثناء الحركة than withworth thread أقل طبعا من النوع اللي هو بتاع withworth نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر